نجي للمصيبة الكبرى وانا بقول مصيبة كبرى لانك وكأنك تخرج لسانك للجميع او كأنك بتقول اتدفنت حبيبي فص الهصة دي بقى تكليف وليد العطار المدير التنفيذي بإعداد مشروع شروط القيد للموسم الجديد تخيل هيتحكم في شروط القيد اللي يقدر يحط أي شروط لصالح أي حد وهو المتهم بالتدليس وإخفاء قد يكون بريء ما تدلوش دي غير لما تظهر نتيجة التحيين من الوزارة لكن دي لأ دا انت بتطلع لسانك للجميع بتقول مش هيحصل حاجة وبقرروني بديله أخطر مهمة ومراجعة لائحة شؤون اللعبين أخطر تاني مهمة اللي فيها كل مشاكل الأندية والاستحقاقات والحقوق والسماسرة والإيقافات وأخفاء الخطابات واخد بالك وبعد كده اللي انت بيبقى عندك التواريخ اللي تقدر تبعثها للإتحاد الدولي وتقول فلان بريء وفلان متهم حتى لو عكس الحقيقة وارجعوا بالسنين اللي فاتت تابعوا الجوابات اللي راحت بالمستندات اللي راحت في القضايا التي يبحثها الاتحاد الدولي حتكتشفوا حاجات مزهلة مرعبة في الخطابات اللي طلعت من هنا فيها إيه؟ إيه المعلومات اللي طلعت؟ أيوة تفعيل تشكيل لجنة فض المنازعات ماشي بس هتقول لنا مين اللي يمسكها؟ ها؟ وقص صلاحياتها ما هو لجنة المنازعات دي درجة من درجات التقادي الهمة جدا اللي ممكن تخفف الضغط على الاتحاد الدولي لو اشتغلت صح وديتلاق صلاحيات صح وجبت الناس اللي عندهم الخبرات وتحطولهم اللوايح اللي تساعدهم بشفافية والطبق المعايير بتاعت الاتحاد الدولي كده نقدر ننجح ولكن كل ده مش حيات فين القضية الرئيسية أيوة الأهلي هيستفيد إيه؟ هيستفيد أن يقول مش هنقبل أن يمر الأمر مرور الكرام لأنه كان بفعل فعل وكان استمرار لسلسلة من التحكم في كثير من المصائر الفنية والإدارية لأهل اللعبة أهل اللعبة اللي هي الأندية العلاقة العلاقة مش عادلة العلاقة دائما بترجح كف على كف ووصل الأمر أن تتجاهل مصلحتك كمصري في مقابل أنك تحجم نادي عشان ما يجريش يبقى لوحده حتى محليا أو إفريقيا أربط الكلام اللي بقوله ده كله بقى في الشعور بالمسؤولية وخبر استقالة الاتحاد الجزائري سأترك لك هذا القمر اشتركوا في القناة